في ساعات الصباح الأولى اقتحم عدد من المسلحين الحدود المصرية الإسرائيلية ودخلوا عمق الأراضي الإسرائيلية زرعوا عبوة ناسفة وانتظروا الهدف شاحنتان تحملان عددا من العمال في طريقهما إلى منطقة بناء السياج الأمني مرتا قبالة المسلحين الذين أطلقوا صاروخ RBJ أخطأ هدفه انفجرت العبوة الناسفة فانقلبت الشاحنة وأطلقوا رصاصا من رشاشات كلاتشنيكوف قوة من وحدة جولاني وصلت إلى المكان واشتبكت معهم وقتلت اثنين منهم ذلك حسب التحقيق الأولي للجيش الإسرائيلي الذي يرى بدوره تشابها كبيرا بين العملية السابقة التي حدفت غير بعيد من هنا قبل أقل من عام عندما قتل مسلحون ثمانية إسرائيليين الشبه الأول هو الكمية الكبيرة من العتاد التي حملها الإرهابيون وأتحدث عن متفجرات ورشاشات وملابس للتمويه كانوا مجهرين بشكل جيد الشبه الثاني أن قسما من المسلحين انتظر على الجانب المصري من الحدود فيما قام القسم الآخر بالعملية داخل إسرائيل الجيش قام بطمشيط المنطقة ولا يستبعد أن المزيد من العناصر المسلحة كانت على الجانب الآخر من الحدود أصابع الاتهام الإسرائيلي توجهت من فورها إلى قطاع غزة الذي شاهد خلال الأيام الماضية تصعيدا أمنيا أغار فيه الطيران الحربي الإسرائيلي على القطاع وجرح عددا من المدنيين حماس التي تسيطر على القطاع رفضت الاتهامات الإسرائيلية فصائل المقاومة الفلسطينية طالما أكدت بأن المقاومة الفلسطينية محصورة داخل الأرض الفلسطينية وضد الاحتلال الإسرائيلي وهي لا تتحرك في هذه المرحلة خارج حدود الوطن الفلسطيني بعد ساعات من اختحام الحدود المصرية الإسرائيلية توغلت بابات الإسرائيلية داخل قطاع غزة وقتلت ناشطين من حركة الجهاد الإسلامي كانا في طريقهما للتصدي للقوة الإسرائيلية كما قالت حركة الجهاد الإسلامي وزير الدفاع الإسرائيلي نظر إلى ما هو أبعد من هذا التصعيد وأكد وجود تدهور في السيطرة المصرية على سيناء نحن بانتظار نتائج الانتخابات والذي سيفوز فنحن نتوقع منه تحمل المسؤولية واحترام كافة الاتفاقيات بما فيها اتفاقية السلام معنا وتنفيذ الالتزامات الأمنية في صحراء سيناء أنجزت إسرائيل في لفي السياج الأمني الذي سيفصله عن سيناء المصرية ويمنع المتسللين من اختراق الحدود إلا أنه من غير المؤكد إذا ما ستكون إسرائيل أكثر أمنا لو تم إنجاز المشروع كاملا تراقب إسرائيل التطورات الأمنية والسياسية في مصر لأنها تريد أن تعرف أيضا كيف سيكون الوضع الأمني في شبه جزيرة سيناء المصرية حيث تتصاعد التهديدات الأمنية في تلك المنطقة أحمد البديري بي بي سي القدس